نقص في الأمكانيات المادية والبشرية واللوجستية وافتقار لأبسط الضروريات وإشكاليات أخرى تواجهها أغلب البلدية المحدثة تم إحداث 86 بلدية محدثة وتم تتوسيع 187 بلدية في إطار تعميم العمل البلدي لكن للأسف الشديد قاعدة البلدية هذه بدون تخصيص قطاع أراضي سواء لبناء مقرات متاحة أو المستودعات وعدد الإشكال وما عندهمش المعدات وما عندهمش الأليات اليوم كنشوفوا بلديات المحدثة لا عندهاش إمكانيات بكل ما عندهاش لبوبال ما عندهاش الخدامة الخدامة اليوم تفهم بلديات محدثة فيها المجلس البلدي المنتخب فيها أكثر من الإطارات والعوان البلدية هو يترتب عليها أن بلديات غير قادرة بالقيام بالمهام المتاحة يترتب عليها عدم رضاء المواطنين يترتب عليها عدم الإنجاز وعدم إمكانية الاستثمار وإمكانية التنمية المحلية والجهوية وفي إطار دعم العمل البلدي بهذه البلديات لضمان عملها في أفضل الظروف تم اليوم الانتلاق في توزيع معدات النظافة والطرقات ما سيمكن من تدعيم قدرتها في مجال التنظيف ورفع الفضلات والعناية بالبيئة كما تعرف بعد صدور مجلة الجماعات المحلية فما عدة بلديات معناها محتة واليوم جينا بش ندعمهم في مرحلة أولى بش نفرقوا أكثر من مئة آلية اليوم بش نتفعوا بها إلا البلديات المحتة وفي مرحلة ثانية بقية البلديات بالدفعة الثانية التي توصل تقريبا 337 آلية جديدة معدات تم تمويلها من ميزانية الدولة بالإضافة إلى البنك الألماني والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ النهزة 45 مليون دينار هذا البرنامج في إطار تمويل البلديات المحلثة بكلفة 45 مليون دينار تم استكمال إجراءات تسليم 155 آلية بكلفة 20 مليون دينار بالنسبة ل53 بلدية تم مولين من طرف الكاف دوبل بي والاتحاد الأوروبي عن طريق الاف دوبل بي وبالنسبة للبلديات الممولة عن طريق التعاون التونسي الإيطالي الصندوق بسدد استكمال إجراءات الإبرام دفعة أولى ستنتفع بها 53 بلدية في انتظار دفعة ثانية سيتم تسليمها خلال السوداس الأول من سنة 21 وألفين ستشمل بقية البلدية المحدثة